مؤسسة التربوية مؤسسة الأسرة أي الخلية النوات في المجتمع طبعا هنا نتحدث عن نوعين من الأسرة سواء كانت الأسرة القليلة العدد أو الأسرة الضيقة أو الأسرة النواتية التي هي مكونة من الأب والأم والأبناء وهذه المعنى الأول للأسرة أو الأسرة الموسعة التي تشمل علاقات القرابة من الأعمام والعمات والجد والجدة والأخوال والخالات وأبناء العمومة وكلهم يمكن أن تكون في مجموعها أو في عبارات خاصة في المجتمعات العربية نتحدث عنها باعتبارهم من العائلة يعني من الأسرة الأسرة هي الجماعة الأولى في حياة كل فرد منا وهي نظام الاجتماعي الأول الأساسي الذي يحتضن الفرد أراضيعا وطفلا ومراهقا وشابا وكذا إذن فهي تتابعه في تقريبا كل مراحل حياته فهي إذن الإطار الذي نحيا داخله منذ الولادة وحتى الوفاة وتستمر علاقة الفرد بالأسرة لفترات طويلة جدا من حياته وتؤدي الأسرة الأدوار التربوية الأولى ولكنها أكثر أهمية ما هي هذه الأدوار الأساسية التي تربوية تحديدا التي تؤديها الأسرة في وقع الأمر في هذا الشكل لدينا مجموعة من الأدوار التي تؤديها الأسرة لأفرادها أول هذه الأدوار هي التربية الجسمية والصحية طبعا هذا لا يحتاج إلى شرح أو تعليق ولكن أهمية هذا الدور يمكن أن نقدر أهمية هذا الدور في الرعاية الصحية والجسمية لو نتخيل رضيعا يولد دون أن يجد من يعتني به في هذه الحياة جسميا وصحيا هل يمكن له أن تستمر حياته؟ فهذه الوظيفة مهمة جدا وهي مستمر من الولادة وحادة الوفاة أو الشيخ خوخة الدور الثاني هو وأخذنا على اليساري التربية العقلية والتعليمية التربية العقلية والتعليمية طبعا هي تربية القدرة على التفكير وعلى الفهم وعلى التحليل وعلى الاستقرار والاستنباط والربط وكل العمليات الفكرية سواء كانت عمليات فكرية بسيطة أو عمليات فكرية علية أو معقدة إلى حد أعلى درجات التفكير طبعا حسب علماء النفس هي عمليات النقد وعمليات الإبداع فإذن يمكن نقول أن المستوى الثاني أو الوظائف التربية الثانية هي التربية العقلية والتعليمية التي تقدمها الأسرة والتي لا يمكن أن تتخلى عنها دون أن تهدد الفرد بأن يكون جاهلا أن ربما وأن يكون دون مستوى تعليمي وبالتالي الوضع يصبح خطير جدا كذلك تقدم الأسرة التربية الدينية يولد الإنسان على الفطرة وأبواه ما يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه طبعا هذا هو مضمون حديث نبوي شريف فإذن الأسرة هي التي تضمن التنشئ الدينية الأولى للأفراد كذلك تقدم الأسرة التربية الأخلاقية ماذا يعني التربية الأخلاقية؟ هي تبني ما نسميه بالضمير تكونه في داخل أبنائها هذا الضمير طبعا هو كالملكة اللغوية يبدأ في البداية غير موجود ثم يبدأ بالتكون بالتكون وينشأ مع نمو الطفل وإلى حد يعني يكتمل في حينما يصير في سن الشباب والنضش التربية الجمالية تعود ما المقصود بالتربية الجمالية هو التربية الضوق الضوق أو التذوق الجمالي حاسة من الحواس الأساسية والأسرة هي التي تكون مفاهيم الجميل والقبيح لدى أبنائها منذ الفترات الأولى وهي التي تمنحهم ذلك السلم من التفاضل الجمالي ما يسمى سلم التفاضل الجمالي أو الذي نعتمده في الأحكام الجمالية وطبعا يتجلى ذلك في مظاهر نباس في قواعد الكلام في قواعد التعامل مع الآخرين في الاهتمام بالبيئة في محبة الحياة في محبة الجمال في محبة الألوان في محبة الله سبحانه وتعالى كل ذلك يدخل في التربية الجمالية وهو جزء أساسي من التربية الاجتماعية العامة التي هي بالأساس تربية العلاقة مع الآخر والعلاقة مع الآخر يحكمها الضوق بدرجة أساسية التربية أو المستوى الموالي هو التربية النفسية طبعا التربية النفسية هنا المقصود بها هو التوازن الانفعالي ما معنى التوازن الفعالي؟ التوازن الفعالي هو أن يكون للفرد قدرة على الضبط النفسي وقدرة على التحكم بالمشاعر وقدرة على استخدام الذكاء الانفعالي في علاقتنا بأنفسنا وبالأخرين بدرجة أساسية طبعا أخيرا التربية الترويحية أو الترفيهية وهي التربية على استغلال أوقات الفراغ استغلالا إيجابيا على نحو يتيح الاستمتاع بالوقت والاستمتاع بالحياة والاستمتاع بالوجود مع العائلة والاستمتاع بمصاحبة هؤلاء الأقرباء أشقاء كانوا أم أباء أم أمهات أم أقرباء للعائلة بسرط نعمة هذه إذن هي الوظائف الأساسية للتربوية للأسرة وهي وظائف كما تلاحظون لا يمكن أبدا الاستغناء عنها دون أن نحول حياة الإنسان أو نجازف بأن نحول حياة الإنسان إلى تجربة مؤلمة بدل أن تكون تجربة للسعادة